أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبدأوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن وجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعدكم من بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وجورهن بالمعروب بالمعروب محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نسفما فعليهن نسفما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عزيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوب نسليه نعرا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم سيئاتكم وندكلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به وبعدكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خبتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوبي الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشكوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربى والتامى والمساقين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مخدالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثق ولا درا وإن تكو حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عزيما فكيب إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابلي سبيل حتى تقتسلوا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بأجوهكم وأيديكم إن الله كان عبوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تدلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكباب الله وليا وكباب الله نصيرا من الذين هادوا يحربون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وأسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعانهم الله بكبرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمن وبما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مبعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عزيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يؤلمون فتلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى بإثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نسيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاقوت ويقولون للذين كبروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن له فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كبروا بآياتنا سوف نسليهم نعرا كلما ندجت جلوبهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم زلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعد إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاقوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يدلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رؤيت المنافقين سدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطع بإذن الله ولو أنهم إظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عزيما ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يتع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديكين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبتئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليه إذ لم أقوم معهم شهيدا ولئن أصابكم فاغلوا من الله لأقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عزيما الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم قفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فرقوا منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك كل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يبقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهدا من يتعى الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيزا ويقولون طاع فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أبلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نسيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم لما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أدل الله ومن يدلل له فلن تجد له سبيلا وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولى فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاك أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويقفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سكتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاكم فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنا فمن لم يجد فسيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقدب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عزيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فعضل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفعضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عزيما دار ومغفرة ورحمة وكان الله غفر رحيما إن الذين طافهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حلية ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا وطورا وإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تكفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعاد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقودا وعلى جنوبكم فإذا اتمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتواء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس فيما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين أختانون أنفسهم إن الله لا يحب ما كان قوانا أثيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله ومعهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقط احتمل بغتانا وإثما مبينا ولو نافضوا الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يدرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فساب نؤتي أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين أن وله ما تولى ونسله جهنم وسات مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفرودا ولو ذلنهم ولو من ينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأوى هم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندفلهم جنات تجري من تحتها أننا نخالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يذلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهوا لله ومحسنوا واتبع من لد إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات ما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستبتونك في النساء كل الله يبتيكم فيهن وما يطلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترقبون أن تنكحوهن والمستدعفين من الولدان وأن تقوموا للداما بالكست وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعليا نشوزا أو إعراضا فلا تناح عليهما أن يصلح بينهما سلحا والسلح خير وأحذرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة وإن تسلحوا وتتقوا فإن الله كان غبورا رحيما وإن يتفرق يبني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكبروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكذا بالله وكلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالكست الشهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوه أو تعدلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسولي والكتاب الذي نزل على رسولي والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتقون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله أن إذا سمعتم آيات لا يكفروا بها وإستازوا بها فلا تقودوا معهم حتى يخودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربسون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسا لا يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يدلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نسيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اشتركوا في القناة